مرحبا أهلا وسهلا فيكم رح نحكي اليوم عن نهار الخميس تسعة أيار مايو عن الحركة الفلكية اليوم كيف شو بتطال كل الأبراج أكيد اليوم الأمر بيكون الخميس ببرج الجوزاء فالأبراج الهوائية بدأ ترتاح وخاصة الجوزاء بدو هيكي ياخد نفس والأبراج برج الحمل وبرج الأسد يلا خلونا نشوف بالبداية برج الحمل كيف تكون اليوم يعني نهار الخميس مناسب والأقدام لأي خطوة بتختلع على بيلك تفاهم بمحيطك العاطفة مناسبة حلوة لكاءات مشوكة مصالحات مع البعض الابتسامة والهدوء والسلاسة محاطين فيك لأنه نهار مليء بالاتصالات والنجاح والحزوز كلها معك بهيدا نهار الثور نهار حلو وأكيد كل أمورك بدأ تكون متقلقة ما تنسى أنه بارح كان عندك وليد أمر ببرجك فيه ولكن هالكواتب كلها المتراسفة حد بعضها عندك عم بتكون عم تعطيك القوة والزخم والتقلق والجمال والمعنويات المرتفعة بس عندك اليوم كأنه فيه مصاريف بدأ تطول بيلك شوي على مصاريفك كسب مالي أكيد أمور تتعلق بعمل أخبار مشوكة تتعلق بالمال حل مسألة معينة مالية وأكيد في عندك اهتمامات بعائلتك ودعوات يمكن عندك تلقى دعوة عندك زيارة مطعم أما موليد برج الجوزاء يعني أنت الحمد لله اليوم ارتحت بالتأسيرات الكواكب اللي كانت ضغطة عليك فاليوم أنت بالأبراج القوية والناشحة والنشيطة علاقاتك كلها بتكون مريحة فيك تعيد الكرة بأي اتجاه ما كان ضابط معاك الحظ اليوم بيكون مرافقك بهذا النهار بخليك تعمل خطوات جيدة بخليك تحل مسائل عالقة للمصالحات اليوم للتفاهم اليوم معنوياتك برتفعة ثقتك بنفسك يعني هيدا النهار مفعم بالحياة وحركتك ونشاطك كلها كلهم بيكونوا مبنيين على النجاحات والتفاهم أما موليد برج سرطان يعني اليوم عليك تكون هيدا عدم التسرع بأي قرار أو الحكم على الآخرين بطريقة خاطئة فلذلك أنت كركب شوي ما زيشك معكر على شغلة بيل بأمر معين وكأنك ناطر شيء ويمكن ما تحصل عليه أو بانتظار خبر ميشي أو إلغاء موعد يعني بدنا نتبق شوي مولود بشي سرطان من بعض الاتباسات بالكلام مع البعض خلينا متيقزين بهالأمور ونروق بهذا النهار برجل أسد يومك حلو ورائع مسهل ميسر ممتاز من أحلى الأيامات يعني بريحك هيدا نهار برفع لك بنوياتك عندك دعوات مقابلات كثير مطلوب اليوم وفيك تتحقق اليوم أمنية بمساعدة أحد الأصدقاء يوم ممتاز فيه تسارع بالأحداث وبطالك السفر أما موليد برجل عزراء يعني اليوم بدي أقولك أنه ما في شي سيء ولكن الأنظار كل عليك شوي يمكن فيه تأخير ببعض الأمور عرقل ببعض الأشيات تجنب المشاكل تسلح بالصبر بس بنوياتك مرتفعة هذا اللي بتقوله يعني هذا النهار صحيح الأمر تربيع معك الأضواء كل عليك انتبه بعملك جرب خلص أعمالك وبتتهرب من مسؤوليتك وكون حكيم وعراف كيف تتعامل مع زملائك ومع رؤسائك بالعمل وفي اتصالات تتعلق بأم أو بي فيه مساند للأيلات ويعني بدنا نتبه شوي ما تخالف الكوانات لا على الطرقات ولا على العمل برجل عقرب برجل عزراء عفوا برجل نيزين يوم ممتاز بشعبيتك تتزيد بشكل كتير كبير اجتماعي متقلق فيه اهتمامات تتعلق بالسفر بوراء دعم تعاطف كبير من ناس ما بتتوقع انه يكونوا حدك نهار بيحملك المزيد من الأخبار الحلوة والمفاشاءات السعيدة مصالحة مع البعض تقدم بشكل كتير كبير بكيفة أمورك حتى باجتماعاتك حتى بدراسيتك يعني نهار هيك منقله مميز الأمر بالبيت التاسع بيحملك المفاشاءات السعيدة وفيه أمور تتعلق كيم كيم بصحتك بدك تسمع بأخبار مطامنة أما موليد برجل عقرب بيوم الجو حلو جوك حلو والدعم محاط فيك والتشجيع والكلام كمان كله بطالك بالخير مسألة مالية بتناقشها ولكن أمورك بشكل كتير كبير عم بتكون حلوة بطالك المصالحات مثل ما ذكرت وقلتلك وأي شيء أمور مالية عملية قضائية أموال مشتركة كل هالأمور عم بتطالك وفيه شيء يتعلق بشركات تأمين كمان عم بتعيد النظر فيها فيه مفاشاءات اليوم وفيه دعم المحيط ولكن تبهيلي عنه مصاريفك فيه مصاريف كتير موليد برجل كوز اليوم الكوز عفوا اليوم فيه شوي التحدي من الأمر يعني الأجواء بدنا هيك نطول بيننا شوي يعني عليك تاخد أقصى احتياطاتك بتعد قدر الإمكان عن المحادثات والمفاوضات واللقاءات اللي فيها حدية بالكلم ما تتعب حالة كتير اليوم خليك ودود مع كل شركائك بالحياة وعدم التسرع باتخاذ قرارات متهورة فيه يمكن عندك عقد عمل جديد مشروع جديد يمكن تتلقى دعوة مناسبة سعيدة كمان مولود برجل كوز بس ولكن العلاقات المبنية على التفاهم الأمور بتكون لصالحكم مية بالمية أما اللي فيه شوي التوتر بان بتعد عن الشجارات برجل جديد يوم عليك تكون هادية وإجابة وفيك تنجوز أعمالك بعرف أنه اليوم كل الضغط عليك بالعمل المسئوليات يعني الأمور ما كتير مريحة الأمر بيشغلك فيه مسئوليات فيه تعب فيه ركض وأمور صحية بدك تنتبه عليها حاول تاخد قصب نراحة من وقت ثلاثتين نظم أولوياتك ونجوز الأمور المهمة ونتبه لي لصحتك متعب حالا كتير أما موليد برجل دالو يوم ملائم ومناسب للإنجازات وإتمام ويجباتك على أكمل وجه معنوياتك كتير حلوة اليوم بتحقيق الهدف رح تحاول معارجة بعض الأخطاء ولها فواتي اللي ارتكبتها فيه أخبار بحلول وانفراجات لعقد عمل لكيفة الأمور اليوم مناسب فيه تواصل واجتماعات واتصالات وكلها عم بتكون مجدية ورادة وأنا كمان رادة على هالبرج استغل هيدا اليوم قصة جديدة عاطفية رومانسية طغية بقلبك والأمور كلها بتكون لصالحة أما موليد برجل حوت اليوم فيه نهار يعني فيه كونه منيح إذا تعطيت بكيفة المستجدات بطريقة إيجابية يوم عائلة بامتياز عكارة بامتياز فيه شيء تخص بأمور التعلق بعكار ببيت وكأنك عم بتعيد بلورة أمورك العائلية والبيتية بطريقة أفضل ولكن صحيح الأمر تربيع معك يعني فيه شوية توتر وعصبية خليك متيقص بكل تحركاتك وتبهي من التأخير من التأجيلات ومن التعطيل يعني الأمر تربيع بدنا نروق شوي بس ما تنسى أنه الشمس تصير دعمي لأيلك بفي شيء سيء بس يعني إذا عندكم مواعيد هيكي بدنا ننتبهه له وكمان بدي إيك تنتبهه لصحتك بهذا النهار ويمكن تشغل بأمور صحيح تتعلق بأحد أفراد العائلة وهيك نكون هنا الأبراج لهذا النهار ودايما برشك مع رولا أحلى أكيد شوفكم على خير